طلع بجيلة 2005 السلام عليكم ويعطيكم العافية معكم الأستاذ منير معنا آخر قاعدة من الوحدة الأولى اللي هي reported speech الكلام المنقول لدينا الآن كلام مباشر وكلام منقول على سبيل المثال الأستاذ منير بيحكي أنا أعمل في مدرسة إجا صاحبي أحمد رح حكى لصاحبه محمد أن الأستاذ منير يعمل في المدرسة هو نقل الكلام من الأستاذ منير طيب قلنا نبلش بالقاعدة بيحكي لك أول شيء عندنا التحويل من verb 1 ل verb 2 يعني verb 1 بتصير verb 2 فمثلا visit بتصير visited ال is وال am بيصيروا was هدول على فكرة verb 1 وهدول verb 2 ال are verb 1 بتصير where ال will بتصير would الشلب بتصير شد ال can بتصير could المي بتصير might وال must بتصير had 2 وال has وال have بتصير had وال don't وال doesn't بتصير didn't الآن الشغلة الثانية عندنا تحويل ال verb 2 ال verb 2 visited بيصير had زائد verb 3 had visited ال was وال where بيصيروا had زائد verb 3 اللي هو been تصريف التالي على فكرة من ال was وال where يرجعوا لتصريف الأفعال بيصير been إذن بيصير had been ال had بيصير had had it didn't بيصير hadn't الكود وال would والشود وال might وال had to يبقى كما هو ما بيتغير فيه نروح الآن للمثال الأول طبعا هون راح يجيب لك يا بين شحطتين عشان تعرف انه هذا الكلام المباشر I work in a bank أنا أعمل في بنك الآن كيف دي أعرف انه هذا السؤال reported speech كلام من قوله راح يحكي لي علي said علي قال علي told علي أخبر إلى آخري إذن علي said that إذن علي قال أنه طبعا ذات اختيارية ممكن تشيلها وتكمل جدا إذن علي said that علي قال أنه الآية شو بتصير هي إنه الآن عم نحكي عن علي I work in a bank هاي الجملة حكاها علي علي said that هي الآن الفعل work verb 1 بيصير حسب القاعدة بنضيف له ed أو تصريف ثاني في حال كان غير منتظم إذن علي said that that he worked in a bank وبكمل الجملة مثل ما هي نروح لجملة الثانية I visited Petra أنا زرت البترة مها said إذن مها هي لحكتها الجملة أنا زرت البترة الآن إحنا بدنا ننقل الكلام عن مها مها said that إذن شو الضمير تبعا عن مها I بيصير شي that she إذن مها قالت أنها زارت البترة visited شو بيصير had visited had زائد فير بثري she had visited وبكمل الجملة اللي هي بترة بنزلها الجملة الثالثة I am a teacher أنا معلم John said إذن John قال ممكن أحكي ذات وممكن اختياري زي ما حكينا الآن John said John قال I am a teacher إذن I شو بتصير he لأنه John ولد John said he الآن شو بتصير ارجع للجدول اللي في الأعلى الآن بتصير was that he was a teacher أسهل من كده ما فيش نروح للجملة اللي بعدها there are some books on the table إذن هناك بعض الكتب على الطاولة he told me لاحظ ما حكى لك said he told me إذن هو أخبرني ممكن أحكي ذات أو ما أحكي that there there ما في إلها تحويل الر إلها تحويل إلها تحويل اللي هي where بتصير where وبكمل الجملة زي ما هي some books on the table رقم خمسة there were some books on the table إذن هناك بعض الكتب أو كان هناك بعض الكتب على الطاولة he told me هو أخبرني that there الآن الwhere شو بتصير حسب الجدول بتصير had been حسب الجدول رجع له بتصير had been some books إلى آخر الجملة I have finished my homework إذن أنا أنهيت واجبتي she said that she said that هي قالت I had a new car أنا عندي سيارة الهاد شو بتتحول بتتحول لهاد he said إذن هو قال that الآن آي شو بتصير لأنه هو بتصير آي بتصير هي عفوا that he الويل شو بتصير بتصير would call إلى آخر الجملة I could lift 50 kg إذن أنا بستطيع أني أرفع 50 kg he claimed إذن ممكن أحكي ذات وممكن أحول مباشرة الآي بتصير he he could ما بتتغير الكود حكينا بكمل الجملة إلى آخر إشيء الآن نروح لتحويل ضمائر الفاعل طبعا إحنا في الأعلى كنا عم نحولهم بس من باب التأكيد إنك فاهم تحويل ضمائر الفاعل الآي بتصير هي وشي والوي بتصير على سبيل المثال ماجد سيد هون طلع حكي لك بالجملة من مدايتها ماجد سيد ما في مشكلة أنا كنت أحكي لك بين الشحطتين مباشرة ماجد سيد I live in مفرغ إذن ماجد حكي I live in مفرغ فهو ممكن يجيب لك هاي الجملة أو يجيب لك محا ماجد سيد يحط لك إياها بين شحطتين عشان يحكي لك إنه هاي الكلام المباشر مش اللي بدنا نحوله هلا هون اللي بدنا نحول ماجد سيد إذن ماجد قال يلا إذن ماجد سيد شو حكي I live in مفرغ أنا أعيش في المفرغ الآي شو بتصير هي أو شي الآن ماجد ولد ولا بنت إذن ولد بده يأخذي إذن ماجد سيد that he الآن live there one شو بيصير live in مفرغ إلى آخر الجملة I can drive a car أنا أستطيع قيادة السيارة نجوة said that إذن نجوة قالت إذن I شو بتصير هي أو شي ونجوة that she الكان شو بتصير could drive فقية الجملة بتنزل متل ما هي we are going to visit بترا إذن نحن ذاهبون لزيارة البترا the boys told me الأولاد أخبروني الوي شو بتصير بتصير الوي الأولاد أخبروني that they تذكروا الأر شو حكينا بتتحول where موضوع سهل أسهل من كده going إلى آخر الجملة نروح لتحويل ضمائر المفعول به المي بتصيرهم والأس بتصير طيب كيف نميز بين ضمائر الفاعل ضمائر المفعول به الضمائر المفعول به تيجي بعد الفعل ضمائر الفاعل تيجي قبل الفعل هاي مثلا كان فعل I تيجي قبل طيب على سبيل المثال الآن the man took me to hospital الرجل أخذني إلى المستشفى إذن رامي told us that إذن رامي أخبرنا أن نكمل الآن الجملة من بداية هذا ما took أو عفوا التوك شو بتصير حسب ما أخذنا بالجدل بتصير had زائد ذير مثلي بتصير had taken had taken الآن هو حكي took me إذن had taken him أخذه to hospital إلى آخر الجملة إذن رامي أخبرنا أن الرجل أخذه إلى المستشفى the teacher has asked me some questions المعلم سألني بعض الأسئلة إذن منال said that طبعا هون me بتصير him أو here أنا سيطح ضمير المؤنث بتصير him أو here the teacher has asked me some questions المعلم سألني بعض الأسئلة منال said that منال قالت أنه بكمل the teacher الآن has asked شو بتصير هاد هاد أست إذن هاد بتصير متن ما تعلمنا بالجدول بتصير هاد asked الآن شو بتصير بتصير هير للمؤنث تمام إذن المذكر بيصير him في المفعول به والمؤنث بيصير هير طيب نروح وبنكمل الجملة الآخر the doctor will visit us الدكتور سوف يزور هنا the girls said that إذن الاس شو بتصير بتصير them الفتيات قالوا بأن the doctor بنزل الويل شو بتصير بتصير would would visit الاس شو بتصير بتصير them وأسهل من كده ما فيش عبارة عن تطبيق للقواعد الموجودة أمارك نروح لضمائر الملكية الماي بتصير his أو هير الأول بتصير there my book has been stolen إذن كتابي سرق حسان told me that إذن الماي شو بتصير بتصير هير إذن حسان لأنه مذكر الهير للولد والهير للمفعول حسان لأنه الان هزو بتصير بتصير هاد إلى آخر الجن the teacher was impressed by my essay إذن المعلم كان مذهولا من مقالتي منال said that بكمل the teacher it was شو بتصير بتصير هاد بم it was where بتصير وهاد impressed by الآن الماي شو بتصير بتصير هير by إذن هير عشان ما في وسع by here وبكمل essay our manager is very tough إذن المدير تبعنا قاسي جدا the workers said that إذن العمال قالوا إذن العمال شو بتصير بتصير there that there manager تبعو الـ is شو بتصير بتصير was was very tough إلى آخر الجملة نروح لضمائر المخاطب ضمائر المخاطب اللي هو you you are clever أنت ذكي إذن هدى told أحمد ذات إذن هدى أخبرت أحمد ما ناتو أحمد شو ضمير تبعو يكون هي يعني صير حتى أنت من معنى الجملة بتعرف ذات هي يعني أنت ممكن الجدول يعجقك لكن الجملة مستحيل هنا تأخذ هدى أحمد هدى أخبرت أحمد بأنه ذات هي الآن الار شو بتصير 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 was clever لكن أنت يا أستاذ حكيت لنا الار بتصير لكن هون عندك الضمير هي فرح تأخذ was you have done will إذن أنت عملت باسل said to رانا ذات شي إذن باسل قال لرانا ذات إذن ليهون شو صارد صارد شي لأنه باسل هو اللي قال لرانا أنها إذن she have done شو بتصير had done will you need to study harder إذن أنت بحاجة أن تدرس بجد the teacher told the student the students إذن المعلم أخبر الطلاب إذن اليو هون شو راح تصير راح تصير they لأن المعلم أخبر الطلاب you need to study harder أنت بحاجة أن تدرس بجد إذن لما حكري هون the teacher told the students المعلم أخبر الطلاب عرفت أنه عم بحكي أنه هون ضمير جامع إذن بدي تحول that they هنروحت مكان تاني that they needed هون عندنا need verb يصير verb to إلى آخر جملة study harder طيب you can pass the exam أنت تستطيع أن تنجح في الامتحان my father assured me that إذن أنت هو أنت هون المخاطب تمام لذي شو حكي هون my father assured me أنت الآن عم تحكي عن نفسك إنه والدي أكد لي that إذن اليو شو بدأ تصير بدأ تصير I إذن والدي أكد لي that هون بدأ the اللي خربطنا فيها بتصير I عم شانا عم بتدوح عن الجمل that I بكمل كان شو بتصير could pass the exam إلى آخر الجملة الآن نروح للمفعول به اليو بدأ تصير him لل الولد اليو بدأ تصير here للبنم اليو بدأ تصير them لل أنتم للجماعة واليو هون بدأ تصير me في حال أنت المخاطب يلا خلينا شوي شوي the man is looking for you حكيت دائما أنه ضمير مفعول به بعد الفعل the man is looking for you إذن الرجل عم يبحث عنك نوال told أحمد that إذن نوال أخبرت أحمد إذن اليو شو بدأ تصير that منكمل نزل الجملة that the man is looking for الآن اليو شو بدأ تصير اليو بدأ تصير for هم شفت ما أسهل الموضوع دائما لما يكون مع التطبيق بيكون أسهل من شرح الجدول the children liked you الأطفال أحبوكي الآن طبعا هم ممكن تكون أحبوك أو أحبوكي بناء على هون I told فاطمة أنا أخبرت فاطمة معناته هون أحبوكي هون طبعا أنا هون خربطت هون لأنه قاعدين منحول اليو فعبا نسأ أحول هدول إذن شو بتصير بتصير was دائما ما ننسى نحول كل الجملة بس لأنه يعني عم بحول لكم ضمائر الملكية وضمائر المخاطفة عم نسأ أحيانا أني أحول الأفعال لكن بس هاي اللي نسيت the man was looking for him طيب the children like you I told فاطمة that the children liked there two شو بتصير had liked had liked الآن اليو شو بتصير بتصير here أخبرنا فاطمة أن الأطفال أحبوها I will help you to do exercise إذن أنا سوف أساعدك لعمل التمرين the teacher told the students that إذن المعلم أخبر الطلاب that الآي هون اللي هو المعلم that he will شو بتصير would help طالما من أخبر الأطفال هون ليو معناته أنتم بدأت تصير them إذن I will help you أنا سوف أساعدكم المعلم أخبر الأطفال الطلاب أنه سوف ي ساعدهم إذن اليو صارت help them وبقى كمل بقية الجملة I will help you أنا سوف أساعدك my mother told me that إذن أمي أخبرتني شو راح تصير إذن أمي أخبرتني لاحظ told me that إذن الآي شو بدأ تصير أمي she would help إذن إذن شو بدأ تصير لأنها أخبرتني ليو راح تصير me نروح الآن نحول ضمائر الملكية المخاطر اليور في حال كان ولد بصير his لا البنت كتابك بصير there لا كتابك بصير there لا كتابك أنت بصير my يلا خلينا نشوف التطبيق your job is interesting إذن وظيفتك ممتعة she told هاشم that إذن هي أخبرت هاشم إذن هون اليور شو راح تصير راح تصير his هي أخبرت هاشم that his job أن وظيفته يعني هاشم is شو بدأ تصير was وكمل interesting إلى آخر شي I will borrow your camera إذن أنا سوف أستعير الكاميرا تابتك she told amira that إذن هي أخبرت amira that إذن آي شو بتصير بتصير شي إنه هي أخبرت amira بأنها will would borrow الآن هون your camera عفوا الكاميرا تابتك إذن هون اليور شو راح تصير here would borrow here camera إلى آخر الجو the head the head the head has seen your papers إذن المدير شاف أوراقكم المدير شاف أوراقكم كيف عرفت أنه أنتم the teacher told the boys that إذن المعلم أخبر الطلاب that the head master the head master الهات شو بتصير had راح ننزل لتحد had seen إذن your papers شو راح تصير هون their papers أوراقكم أوراقهم صارت seen their papers إلى آخر الجملة طيب move your car مشي سيارتك the policeman told me to لما يكون في عندي فعل أمر فعل أمر لما الفعل يبلش بداية الجملة هو لازم يكون قبله فعل إذا ما كان قبله فعل بيكون فعل بدر الذات بحط the policeman told me to إذن الشرطة أخبروني to بنزل الجملة to move طبعا هون move your car مشي سيارتك to move الآن ليور هون شو بتصير لأنه عم بيخاطبوني أنا to move my car نروح لآخر نروح لآخر شي وسهل الشي اللي هي تحويل الظروف الزمنية here بتصير there last year بتصير يعني السنة الماضية بتصير the previous year السنة السابقة next month الشهر القادم the following month الشهر القادم tomorrow the day after اليوم اللي بعد yesterday the day before اليوم القبل now الآن then لاحقا this هذا that ذلك these بتصير those at the moment بتصير at that time في هذه اللحظة بتصير at that time في ذلك الوقت على سبيل المثال I visited Paris last year أنا زرت Paris السنة الماضية مراد said that مراد قال that الآي شو بتصير he لأن visited had visited Paris last year شو بتصير the previous year the previous الى آخري it rained much yesterday أنطرت كثيرا البارحة he said that it ما عليها تغيير rained had rained much that yesterday شو بتصير the day before وتوتا توتا خلصت الحد توتا صح هي شوي طويلة لكن أنا كثرت لكم من الأمثلة بهدف إن إن شاء الله القاعدة ترتسخ في مخكم يعطيكم العافية جيد 2005 السلام عليكم لا تنسوني من الصالح دعاكم اشتركوا في القناة